دايماً عن أداء النادي الأهلي اللي حدق به النهاردة الموضوع وفي كل لقطة وفي كل موضوع أن إدارة الأهلي لها قصة وحكاية ورواية أحياناً بلغة العيون وأحياناً بالصمت وأحياناً بالحديث عندما يسمح الحديث في التوقيت الجمهور ينتظر فيه دايماً إدارة الأهلي حضرة ولكن حضرة بمبادئ النادي الأهلي وحضرة بسيستم وأسلوب النادي الأهلي مفيش واحد مبارح من جمهور النادي الأهلي ولا على السوشيال ميديا غير ما بعت لنا مبارح وكان مؤيد بالشدة أن إحنا قلنا موقف مسماني مع حسام حسن كان غير عادي إحنا سندنا مسماني كتير في حاجات كتير على طول الخط ولكن الموقف ده حسام حسن تظلم ثلاث مرات بنفس الموقف ونفس الوضع على ما تستفهام ما عندناش حلول غير أن إحنا نقول كده لأن هو دي الشاشة هو ده الصح وما فيش مبرر أن مسماني يكون بيفكر في حاجة سواء صح سواء غلط هو اللي يجاوب ولو بيحضروا بالشكل ده ما يتحضرش ولو بيجاملوا بالشكل ده ما يتجملش وحاجات كتيرة جدا ما تنفعش ولكن ولكن نيجي بقى للنادي الأهلي النادي الأهلي نفسه قاعد عنده سيستم هل لو مسماني أخطأ فهذا الموقف إدارة الأهلي تتعامل معه مسماني في هذا الملف أن ده أنت سيد قرارك في الحتة دي ممكن لجنة التخطيط تستفسر منك ولكن التوقيت ده لا بتاع خلاف ولا بتاع استفسار ولا بتاع أنت صح وهو غلط ولا هو غلط وأنت صح التوقيت ده بتاع أنك تحط حسام حسن على الطريق وما تخسرش مسماني حتى لو في خطأ حتى لو في خطأ ومحتاج أنك تقول جمهور النادي الأهلي أنا عارف وشايف أنا متابع ده اللي النادي الأهلي عمله في ثلاث رسائل صغيرة جداً النهاردة حطها على صفحة الأهلي نشوف كده حطه على صفحة الأهلي إيه نشوف ده حسام حسن موقع الرسمي للنادي الأهلي منازل سود حسام حسن وكاتب الصفحة الرسمية نافق بك القادم أفضل يعني إحنا رصدين إحنا شايفين إحنا مدعمينك أنت إيه ابنة النادي الأهلي ما تزعلش شد حيلك اللي جاي مختلف رسائل عايز يقولها النادي الأهلي لحسام حسن والجمهور وما تلوش إحنا شايفين كل حاجة بحدش يتظلم في الأهلي ولازم الأهلي يتدخل في التوقيت المناسب عشر على عشر عشر على عشر في نفس التوقيت كانك الناس هتطلع وتتكلم وتقولك الأهلي أنصف اللاعب على حساب المدرب ومسيماني وآزمة ومشكلة لا نسي مسيماني ما نساش مسيماني حتى لو فيه خطأ نشوف أليه على نفس الصفحة ده بست لمسيماني رسالة مهمة ضربت في كل الاتجاهات رضح سام حسن وقال لمسيماني أنت الأفضل إحنا في ظهرك التوقيت بتاعك كده إحنا داعمين ليك اختياره في التوقيت ده دعم حسام ودعم مسيماني عشر على عشرة عشر على عشرة إدارة النادي الأهلي بمنتهى الهدوء هدى الموضوع رضى جمهوره دعم حسام دعم مسيماني عنده مبارتين مهمتين جدا هم دا المهم بيرامدزيوم الثلاث ثم ساندونزيوم الساب قادي الشغلانة وكل سنة وانت طيب جمهور النادي الأهلي نفسه خلاص حسن إدارة الأهلي شايفك متابعك الأمور على ما يرام إذن إذن العنوان اللي نخدم الحتة دي إن إدارة الأهلي حسة بلعبتها وحسة بجمهورها وداعمة لمديرها الفني عملية جراحية الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء وكل واحد ياخد حقه بدون خلاف بدون ضجيج بدون أي مشاكل بدون أي أزمات بصراحة حل رائع للأزمة وهي مش أزمة عدت وخلص الموضوع وانتهى وإن شاء الله بإذن الله الجاي أفضل للنادي الأهلي لأن إحنا نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للأهلي وبرميدز في لقاء التلاتة ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي أمام سانداونس يوم السبت القادم ده ما يخص النادي الأهلي